بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اتمنى يا رب يكونوا بخير. انا هبدأ في الفيديو ده. وكون سريع معكم. واقول لكم بس العملات الندرة المطلوبة. واسعارها ايه بالزبط? وانه اسعارها بقى يعني هتشوف العجب في السعر اللي انا اقوله لك. لانها هتوصل لعشرين وخمسة وعشرين الف وتبدأ من الفين وثلاث تلاف. هنشوف دلوقتي العملات ده هتعمل ايه? من اول للواحد قرش. والخمس قرش والخمسة وعشرين قرش والخمسين قرش والااااااااااااا. وكل العملات. هنشوف نواديرها. وهنشوف تعمل كام معاكم. وهبدأ على طول مش عاد اقول اوزان بقى ولا اقول شيء لان انتو تتلقيقوا من الكلام ده. ماشي؟ واتباع في مصر لو معاك العملات ده. اولا ان العملة ده. اللي هي عشرة ملين. النصر ده. اللي انت شايفها ده. شايف فين جون في النص كده. لو انت معك العملة دي مفرغة. السر ده مفرغ. وما فيش في النجوم. ما فيش في النجوم دي خالص. ده بيبقى عيب سك وعيب خطأ. ويعمل فلوس كتير. زي دي كده. شايف دي? دي السقر. بس السقر دايما متفرغ. ما فيش في النجوم. زي ما انت شايف كده. لا ده النصر. النصر ده هو لو العملة معك اي عملة من دول وما فيش فيها او فيها نجمة واحدة. وفيه عملات بيبقى فيها تلات نجوم دا عيب خطأ. صح. وفيه ما فيش فيها ولا نجمة خالص. دي تعمل فلوس كتير وممكن تبدأ من تلات تلاف جنيه والفين جنيه وتوصل زي ما انت عايب. وهنشوف العملات اللي معنا الوقتي. من واحد قرش. هتعمل كام? ارجو تركزوكوا شوية معي. والدق فكل كلمة هقولها لنهاية الفيديو. علشان تعرف العملات اللي معاها تسوى ايه? وما تسواش ايه? لان ابتدأ اقول بعد كده على العملات اللي هي يا جماعة تسوى فلوس. مش هنقول اي عملة. واقول لكم برضه على العملات اللي تجيب ميت جنيه وميتين جنيه وهتبيعها هنا في مصر يا جماعة. مش هنقعد نقول برة وفي الخارج وعشان الشحنة وعشان غيره وعشان غيره. عارف كويس الناس عجزة في الموضوع ده. ومش هتقدر تعمل الكلام ده ولا هتقدر تسجل. فاقول لكم على المواقع والجروبات اللي انتوا تعملوا عليها وتتقيم عملتك وتتباع وتدخلوا بها مزادات كمان. في قلب الجروبات دي. ودي والناس ثقة. وارجو التعامل معهم باحترام. تدخل تسجل بالايميل بتاعك وتعرض عملتك وتقول له انا عايز ادخل مزاد هيدخلك في المزاد وتتباع وهيقول لك على سعرها الحقيقي بدون اي مجاملات. تمام? هنبدأ الفيديو هو مع بعض. ونشوف العملات اللي معانا. اللي هي من اول واحد قرش. والتواريخ بتاعتهم. وتعمل كان بالزبط. فاركزوا معي. ونبدأ على بركة الله. نبدأ بواحد قرش. واحد قرش الف وتسعمية واحد وتسعين. ومتواجد منه تاريخ تاني اكترة طبعا. وبالزات الف وتسعمة واربعة وتمانين وتاريخ تاني اكتير. الموجود يا جماعة المطلوب اللي هو الف وتسعمية واحد وتسعين ده نادر جدا. ده يعمل مين? احنا بدأ انا هنبدأ في الاسعارات. زي ما قلنا. خدوا بالكم الصور وركزوا كويس في كل كلمة هتقال. وخلي بالكم من اخر الفيديو لان فوقهم لك كتير ممكن تلاقيها معاك وانت ما تعرفش. ده يبدأ ممكن من الفين جنيه حتى يوصل اتنشر الف جنيه. ويوصل بخمساشر الف جنيه يا جماعة بدون عيب صدق نهائي ولو مقيم من الشركة يوصل اكتر من كده. الخمسة كروش اللي هي الزهرية اللي هي هتلاقيها في عند الزهرية كده تلاقيها تجعيل. ديت كانت متأصدرة برضو ايه? تجربة. الف وتسعمية واحد وتسعين. الخمسة كروش دي المطلوبة. في منها اتنين وتسعين. وهيه تواريخ تانية دي ممكن تبدأ من الف ومئتين جنيه. يوصل لو بحالة الانصر لحد عشر تلاف جنيه وممكن يزيد عن كده كمان لانه تم سقه كتجربة قبل اصدار العملة بكميات عشان تتداول في الاسواد. لذلك سعر العملة دي مرتفع. حتى هتلاقيه على الزهرية كده ايه? اه يعني زي ما تقول مربعات كده وتجعيد غير اللي معاكو خالص. وحتى شوف شكل العملة عامل ازاي? علشان تبقى متأكد من العملة. ودي صماء هاي مش مفرغة. دي العملة اللي بتعمل فلو. انا بقول يا جنعان على العملات اللي بتعمل فلوس يا جماعة. بس مش هنبدأ بقى ايه في حاجات تانية. العشرة كروش اللي هي القلعة. عشرة كروش اللي هي القلعة. ونا اتكلمت فيها في فيديو قبل كده. اللي هي الف وتسعمية واحد وتسعين. وده التاريخ برضو المطلوب. ده عيب صدقه كالتجربة. يعمل ممكن من الف وتمنمية جنيه او الفين جنيه. ويوصل لحد عشر تلاف جنيه ويزيد كمان عن كده بكتير. وممكن يوصل ليه خمستاشر الف لو بحالة الانصر او بدون اي عيوب. او مقيم من اي شركة. حتى لو مش مقيم. بلاش نتكلم في التقييم وفي الكلام ده كله لانه برضو صعب عليكم. تمام? فالعملة دي اللي هي الف وتسعمية واحد وتسعين العشرة كروش اللي هي الالعة. تمام? وعليها الانضة والخيط من فوق هوت. وشكلها واضح جدا. دي تعمل في الفلوس اللي احنا قلنا عليها يعني بكتير. تزيد كمان. عندك العشرين قرش الف وتسعمية واحد وتسعية. احنا بنقول تواريخ على اساس ان هي ندرة وممكن تكون مع واحد منكم عملة منه. افرز عملتك. هناك عملتك جايز تلاقي عملة منه. والله تغتني. تغتني. لو معاك عملتين من دولي بقى انت خلاص وصالت. دية الف وتسعمية وتسعين ومتودة منها تواريخ برضو كتير اللي هي اتنين وتسعين. دي ما تسويش شيء يا جماعة. انا عزين التاريخ اللي هو واحد وتسعين. دي ممكن تبدأ من الف ومتين جنيه و الف وخمسمية جنيه. وممكن توصل لحد عشر تلاف جنيه بدون اي عيوب من اي نوع في العملة. اه دي العشرين ارش اللي هي نفس الشيء اللي الف وتسعمية واحد وتسعين والشكل قدامك اهو. باجيب لك الوش والظهر بتاع العملة علشان تبقى متأكد. والتاريخ اهم شيء التاريخ يا جماعة. مش بقى تبعتلي برضو اتنين وتسعين والكلام ده وتقول اي تسويك هاي. ما اقول لك ما تسويش شيء. انا ما برداش ازعل حد. عندك الخمسة وعشرين ارش. الخمسة وعشرين ارش اللي هي الف وتسعمية اتنين وتسعين. الف وتسعمية اتنين وتسعين دي الموجوب منها تلاتة وتسعين وتواريخ اخر. وده اللي اتنين وتسعين ده هو ممكن يعمل من الف جنيه او الف ومتين جنيه. ولو بحث الانصر ممكن يوصل خمس تلاف جنيه وستلاف جنيه واكتر من كده كمان لانها عملة برضو ندري. اللي هي الخمسة وعشرين ارش اللي هي هي المفرغة يا جماعة هي من النص اللي الاغلبية بيسأل عنها. العملات اللي معاكم متودة كتير من الربع جنيه ده. يعني معلش ما تعملش يعني ممكن هنقول هتعمل ايه? اتنين جنيه? تلاتة جنيه? ده لو حتى عملت يعني. وبتروح هناك وقول لكم بالكيلو. انما دي التاريخ ده هو مطلوب اتنين وتسعين. ده يعمل فلوس كتير. في عندك الخمس كروش اللي هي خمس كروش آآ الف وتسعمية اتنين وستين. الف وتسعمية اتنين وستين دي من الالمونيوم والبرونز. ودي تعمل من الفين جنيه. وانت طالع. حتى توصل لحد عشر تلاف جنيه وتزيد. حسب حالتها وحسب العرض والطلب والسوق والكلام ده طبعا. تمام? احنا بنقول على اسعار آآ يعني آآ تداول هنا. مش هنقول على ايباي مش هنقول على المواقع. معاك عملة من دول تعرضها على او 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 دوت قمة او الكلام ده كله. تجيب سعر وانت قاعد مرتاح في بيتك ومن دون كلام وكمان يجي. الهواه بطلوبوا الحاجات ديت يا جماعة وعايزينها والله بشد. يجي يا خدم قلب البيل. عندك النصف مليم. نصف مليم السلطان حسين. ويكون الشكل ده هو هو المطلوب يا جماعة. اهو. ده النحاس اللحظة. ده النصف مليم ده نادر. يكون الصورة دي بالزبط اللي مطلوبة. ده ممكن يعمل من الف ومتين جنيه وممكن يوصل لالف وخمسمائة جنيه. وممكن يوصل بحالة الانصر. ويبقى لاش تقييم لانه لو مقايم بيبقى زيادة فعلا ممكن يوصل لالف جنيه وعشان تلاف جنيه. بس بلاش تقييم ممكن يوصل مسلا لست تلاف جنيه. تمن تلاف جنيه. اللي هو النصف مليم اللي احنا بنقول عليه ده. ده عملات هيا. لسا هجيب لكم عملات كتيرة. اللي هي النوادر. النوادر والاخطاء في الصق. والاصدار اللي ما تمش. ورجعه تاني عدله فيه. هجيب لكم كل العملات اللي هي مطلوبة بفلوس كتير. بلاش نتكلم بقى في العملات عشرة جنيه واتنين جنيه وتلاتة جنيه. لان انت متواجد معكم كل العملات دي. تمام? اتمنى ان نكون الفيديو اه يعني اه حتى خدت معلومة. و دمتم بفرعات الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.